ما زلنا نتحدث في الفصل الثاني الذي عنوانه معادلة المحاسبة ونتحدث الآن في العنصر ثالثا الحسابات كأساس للقيد المحاسبي سبق أن أوضحنا أن معادلة المحاسبة تتطلب أن يقوم المحاسب بإعداد ميزانية أو قائمة مركز مالي عقب كل عملية وهذا الأمر يعتبر غير عملي كما أنه غير اقتصادي نظرا لأن العمليات التي تؤديها المنشآت هي عمليات كثيرة جدا وبنان عليه كانت هناك ضرورة للبحث عن أداة أو وسيلة أخرى تكون أكثر سهولة وأكثر عملية ويمكن من خلالها تسجيل التغيرات التي تحدث نتيجة العمليات لأننا لاحظنا أن كل عملية من العمليات لها تأثير إما بالزيادة وإما بالنقص أو بكلا الاثنين معا في البنود العناصر المختلفة الخمسة وهي عناصر الأصول والخصوم والإيرادات والمصرفات ومضافا إليهم أيضا العنصر الخامس وهو حقوق الملكية كل هذه العناصر يتم استخدام الحسابات لإثبات التغيرات بالزيادة أو بالنقص التي تحدث فيها بدلا من أن نستخدم معادلة المحاسبة عقب كل عملية إذن يكون السؤال ما هو الحساب؟ الحساب هو أداة أو وسيلة تستخدم لإظهار أثر العمليات المالية التي تقوم بها المنشأة على العناصر الخمسة وهي الأصول والخصوم وحقوق الملكية والإيرادات والمصرفات إذن كل عنصر من عناصر هذه المسميات الخمسة نقوم باستخدام حساب له ليعبر أو ليظهر لنا أثر العمليات عليه والآثر أمر من اثنين يئم أن الأثر هو زيادة يئم أن الأثر هو تخفيض ويجتمل الحساب على الآتي يجتمل الحساب على عنوان يكتب فيه اسم العنصر سواء كان عنصر أصول أو خصوم أو حقوق ملكية أو إيرادات أو مصرفات ثم يتم تقسيم هذا الحساب إلى جانبين الجانب الأول يخصص لإثبات الزيادة في قيمة العنصر والجانب الآخر يخصص لإثبات النقص في قيمة العنصر النقص والزيادة كلاهما يمثل أثر العمليات المالية إذن أثر العمليات المالية سوف يتم إظهاره من خلال الحساب من خلال تخصيص جانبين أحدهما لإثبات الزيادة والآخر لإثبات النقص بناء على ذلك نقول أن شكل الحساب يأخذ شكل حرف T باللغة الإنجليزية وبناء على ذلك يتم تقسيم الصفحة إلى جانبين الجانب الأيمن ونطلق عليه في المحاسبة الجانب المدين والجانب الأيصر ونطلق عليه في المحاسبة الجانب الدائن وفيما لنموذج مبسط للحساب نلاحظ أن الحساب يأخذ شكل حرف T باللغة الإنجليزية له جانب أيمن وجانب أيصر تم تقسيم الصفحة إلى جانبين تم كتابة اسم الحساب بأعلى الحساب مثلاً نقول حساب البنك على سبيل المثال نلاحظ أن الجانب الأيمن نستخدمه لإظهار الجانب المدين من الحساب ويسمى أما الجانب الأيصر فيظهر فيه أو يسمى أحياناً بالجانب الدائن كريدت ويتم اختصار كلمة ديبت إلى دي آر وكلمة كريدت أحياناً إلى سي آر نقول الآن أن الحساب له جانبين جانب أيمن يسمى بالجانب المدين وجانب أيصر يسمى بالجانب الدائن بعد ذلك نأتي لشيء مهم جداً لكي نفهم كيفية استخدام الحسابات فلابد من معرفة طبيعة كل حساب حتى يمكننا تحديد ما إذا كان هو مدين أمداء حتى يتم إثبات الزيادة أو النقص الناتج عن العمليات المالية في هذا الحساب هناك قاعدة سهلة وبسيطة تقول أنه يتم تحديد طبيعة الحساب على حسب وجوده داخل معادلة المحاسبة في صورتها الثانية والتي كانت تظهر كالآتي الأصول زائد المصرفات كانت تساوي الخصوم زائد حقوق الملكية زائد الإرادات باختصار شديد وبمنتهى البساطة نستطيع القول أن كل من الأصول والمصرفات التي ظهرت في الجانب الأيمن من معادلة المحاسبة تكون ذات طبيعة مدينة بينما أن الحسابات التي ظهرت في الجانب الأيصر تكون ذات طبيعة دائنة إذن الوصول والمصرفات لهم طبيعة مدينة بينما أن الخصوم وحقوق الملكية والإرادات طبيعتهم دائنة هنا على تحديد طبيعة كل حساب فأننا نستطيع أن نقوم بالإثبات في هذا الحساب بناء على ذلك فنقول ققاعدة عامة أنه يتم إثبات الزيادة في الجانب الطبيعي للحساب بينما أن النقص أو التخفيض يتم إثباته في الجانب العكسي للجانب الطبيعي للحساب يعني نحن ذكرنا أن الأصول والمصرفات ظهرت في الجانب الأيمن من معادلة المحاسبة ومن ثم كانت طبيعتها أنها مدينة ومن ثم يمكن القول أنها عند زيادتها تكون في نفس الجانب الطبيعي يعني تصبح أيضا مدينة عند الزيادة بينما أنها عند النقص يتم ذلك في الجانب العكسي فتصبح دائنة الحسابات الثلاثة الأخرى وهي الخصوم وحقوق الملكية والإيرادات طبيعتها كانت دائنة لأنها كانت موجودة في الجانب الأيصر من معادلة المحاسبة وبالتالي فإن الزيادة تكون في نفس الجانب الطبيعي بينما أن النقص يكون في الجانب الآخر وهو الجانب المدين ويمكن التعبير عن ذلك بالشكل الآتي عندنا حسابات الأصول والمصرفات الحساب له جانبين وليكن مثلا حساب البنك كأحد عناصر الأصول له جانب مدين وله جانب دائن إذا حدثت زيادة في البنك يتم إثبتها في الجانب المدين بينما أنه إذا حدث نقص يتم إثباته في الجانب الدائن نفس الكلام على حسابات الخصوم وحقوق الملكية والإيرادات الحساب له دائما جانبين أيمن وأيصر الأيمن كما هو كما سبقت الإشارة دائما يمثل المدين والجانب الدائن يمثل أو الجانب الأيصر يمثل الجانب الدائن ولنأخذ مثلا حساب رأس المال كأحد الأمثلة على هذا النوع من الحسابات إذا حدثت زيادة في رأس المال تكون في الجانب الدائم وإذا حدث له نقص يكون في الجانب المدين إذن كلا النوعين من الحسابات عكس بعطيما دا كانت معادلة المحاسبة كان الجانب الأيمن فيها هو الأصول والمصرفات والجانب الأيصر فيها كان الخصوم الحقوق الملكية والإيرادات إذن الحسابات التي في الجانب الأيمن ذات طبيعة مدينة ويتم زيادتها في نفس الجانب ويتم تخفضها في الجانب الآخر الحسابات التي ظهرت في الجانب الأيصر ذات طبيعة دائنة ويتم زيادتها بجعلها دائنة ويتم تخفضها بجعلها مدينة اشتركوا في القناة